هبدأ معاكو في حاجة تخص يعني جيش الاحتلال هذا الجيش اللي هم وهقول لكم الخبر كما هو عشان بس ده مش هو جهة نظري اوانة تحديدا متبنيها يعني في فضيحة لجيش الاحتلال الاسرائيلي من اللي كشف عليها جرنان ايه يدعوت احرانوت اكبر واشهر واوسع الجرائد انتشارا هناك عن ايه بقى طرد اتنين ضباط طرد ايه اتنين ضباط من اللي بيقول كده يدعوت احرانوت من يدعوت احرانوت دي اكبر واشهر جرنان انتشارا فين في اسرائيل طب ايه عم الطرد ده ليه والفضيحة دي في ايه زيهم هم بيقولوا مش احنا اللي بنقول ان اتنين انسحبوا من ضباطهم بسرية من شمال قطاع غزة خلال الاشتباكات خلي بالكم ده الشمال ده اللي هم شغالين ده كيفيه اكتر من 48 يوم انسحبوا امتى خلال اشتباكات الواقعة المحرجة لهم يعني وقال لك على كلامهم مش بس كده دول لما انسحبوا برروا انسحبهم او برروا قرار انسحبهم ده بان هم ما وصلهمش دعم ايراني يعني واقعة بتأكد كلامي العسكري الاسرائيلي مستحيل 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 يحارب الا فيه طيارة فوقه ومركابة جنبه ويعني ايه وخمسة ستة عربية اسعاف بتنور له هم ما بيعفوش عمله كده تمام ده الوضح ده الفضيحة انتم تكلموا عن اقوى جيش في العالم طب اقوى جيش في العالم ازاي اقوى جيش في العالم ازاي وظابط مش مجند ظابط مش مجند ملقاش فوقه حماية نيرانية او حماية جوية عفوا وملقاش يعني كسافة نيرانية من جنبه موجودة امواخد الرجل في ايد واحد صاحب اللي هم وقفين قال له عم والله ما نلعب انا ادخل احارب لوحد ليه ده الطيران ما اطلعش ده المدفعه ما بتضربش امواخد نفسه وامواخد الرجل انكشيكه ده في ايده وهم راجعين تاني قالك لعم مش لعب اللعبة دي خلي بالك وده مشان اللي بقوله ده تحقيق نشرة يدعوك احرانه تمام طيب مش هطول في الخبر ده اكتر من كده انا مش محتاج تطويل انا بس بقولكو الفرق الفرق بالمقاومة تطلع من تحت الانفاء بيأكلوا رغيف عيشوا واحد في اليوم وبين ناس عيشة في تكيفات طيران بيمهد لهم الجو مدفعية بتضرب مفيش حاجة هو ده الفرق الكبير عشان كده احنا لو انتصرنا في سبعة وستين انتصرنا ليه مش لان نحو اقوى اعتاد ولا حاجة ولا ان نحو اقوى ولا ان احنا اقوى طيران ولا حاجة لا لا ان عندنا في تاتة وسبعين عفو لان احنا كنا ايه عقيدة عقيدة المقاتل المصري هاي اللي كان بتفرق معنا في كل حاجة